حرب مستعرة تأكل الأخضر واليابس واللبنانيون مهجرون من بيوتهم أخبار مضللة وإشاعات تنتشر كالنار في الهشيم وتزيد من قلق اللبنانيين رسائل ملغومة عبر الواتساب وبيانات مفبركة وتضارب في المعلومات حول مفاوضات لوقف إطلاق النار فما هي صحة هذه المعلومات عبر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من نيويورك عن ترحيبه بالنداء المشترك الصادر بمبادرة من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبدعم من الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الغربية والعربية لإرساء وقف مؤقت لإطلاق النار في لبنان وقال تبقى العبرة في التطبيق عبر الالتزام إسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية إن إسرائيل لم تتوقف عند انتهاك قرارات المتحدة التي صدرت على مدى سنة طويلة وخصوصا القرار 1701 الذي كان من المفترض أن يشكل إطارا لتحقيق الاستقرار الدائم في جنوب لبنان ولكن للأسف للأسف ما زلنا نرى الانتهاكات الإسرائيلية لسيادتنا على مدار الساعة برا وبحرا وجوان إن هذه الانتهاكات المتكررة تقود كل جهود الاستقرار وتعرض المنطقة كلها لخطر الانفجار في أي اللحظة المفاجأة التي خضت الرأي العام اللبناني هي خروج معلومات عن وكالة أبي تفيد بأن رئيس الوزراء اللبناني وقع على مقترح اتفاق وقف لإطلاق النار بعد لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين والمبعوث الأمريكي آموس هوكستين وبدأت التكهنات هل وافق الحزب على شروط إسرائيل وهل سيعود الأهالي إلى منازلهم سرعان ما خرج عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة بيان ينفي هذه المعلومات ويقول أن هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق ونذكر بما كان أعلنه دولة الرئيس بالحرف نرحب بمبادرة الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبدعم من الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الغربية والعربية وتبقى العبرة في التطبيق عبر التزام إسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية فاقتضى التوضيح من جهتها نقلت القناة الثانية عشر العبرية عن مصادر بالحكومة قولها إن إسرائيل تضع سروطا للهدنة وتقديرات بأن السيد حسن نصر الله لن يوافق عليها في حين أصدر نتنياهو تعليماته للجيش بمواصلة القتال بكامل قوته وقد نقلت مصادر مطلعة على المفاوضات لسكاي نيوز عربية أن هناك أفكارا ومناقشات من دون نتيجة حتى اللحظة مشيرة إلى أن حزب الله لا يزال على موقفه لجهة رب بجبهة لبنان بجبهة غزة كل هذا تخبط على الساحة السياسية ما بين التأكيد ونفي انعكسا على الشارع اللبناني إذ إن تضارب المعلومات والأخبار أربكت المواطنين نذكر منها من تشر في الأيام الأخيرة من أخبار كاذبة منبثقة عن معلومات غير دقيقة في خضم تصاعد وطيرة القصف الإسرائيلي على لبنان مما يؤجج حالات القلق والهلع التي يعيشها السكان والمخاوف من المصير المجهول الذي ينتظرهم حتى وصل الأمر إلى منطقة الكحالة الواقعة في محافظة جبل لبنان مما تسبب بحالة الظعر وسط الأخبار المتناقلة عن إلقاء الجيش الإسرائيلي لمنشورات تدعو المقيمين في البلدة للإخلاء ومن بين أبرز الأخبار الكاذبة المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي في اليومين الماضيين أنباء عن انتهاء جلسة لمجلس الحرب الإسرائيلي أعلن خلالها الاكتفاء بردى حزب الله وعدم رغبته بخوض حرب ثالثة ضد لبنان وهو ما تبين لاحقا أنها معلومات مفبركة وقد دفعت هذه الأفعال إلى تحرك بعض شبان القرى والبلدات للكشف عن هوية مثير الإشاعات كان آخرها ما حصل في حارة صيدة حيث أوقف أمن حركة أمل سوريين بثوا رسائل عبر كروبات الواتساب مفادها أن الطيران الإسرائيلي سيقصف صيدة انتظار طويل أنهك كاهل اللبنانيين في ظل نزوح كثيف شهدته كافة المناطق الجنوبية والبقاعية ويبقى السؤال كيف ستنتهي هذه الحرب ترجمة نانسي قنقر